بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم لازلنا في سلسلة الرد على منكر دخول وصرع الجان للإنسان من أقوال الأئمة القدامى والمعاصرين وقد ذكرنا لكم قول الإمام أبي الحسن الأشعري الذي قال بأن الذي ينكر الصرع ودخول الجان في جسد الإنسان هو معتزلي جهمي وكثى بهذا الكلام الخطير كلام لكن هؤلاء لا يعقلون أفراخ المعتزلة لا يعقلون كلام الأئمة كلام أهل السنة والجماعة ومع ذلك يصرون على مخالفة معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وأحيانا يستدلون ببعض أقوال الأئمة تزييفا وتدليسا وكذبا وبهدانا مثل ما يستدلون بقول الإمام ابن حزم رحمة الله عليه وسأذكر لكم قول ابن حزم الذي يؤكد فيه بأن الشيطان يجري مجرى الدم من بني آدم على الحقيقة وأؤكد لكم من قوله بأن الشيطان أيضا يسرع الإنسان واستدل بنفس الآية التي استدل بها المفسرون والمحدثون الآية في صورة البقرة فاسمعوا قول الإمام ابن حزم رحمة الله عليه قال الإمام ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والآراء والنحل المجلد الخامس الطبعة دار المالكية صفحة 27 قال وصح النص أنهم يوسوسون في صدور الناس وأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فوجب التزديق بكل ذلك حقيقة انتهى قول الإمام ابن حزم فكل من يثبتون دخول الجان يستدلون بهذا الحديث حديث أن الشيطان يجري مجرى الدم من بني آدم والذي استدل به الإمام ابن حزم فقال فوجب التزديق بكل ذلك حقيقة وليس مجازا يعني يجري الشيطان مجرى الدم من بني آدم حقيقة أعيد لكم كلام قول ابن حزم قال وصح النص أنهم يوسوسون في صدور الناس وأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فوجب التزديق بكل ذلك حقيقة هذا عن الدخول أما قوله عن السرع فاسمعوا كلامه الصريح الواضح الذي يدلسه أفراخ المعتزلة قال أبو محمد ابن حزم رحمة الله عليه وأما الصرع فإن الله عز وجل قال الذي يتخبطه الشيطان من المس فذكر الله عز وجل تأثير الشيطان في المصروع إنما هو بالمماسة فلا يجوز لأحد أن يزيد على هذا شيئا ومن زاد على هذا شيئا فقد قفى ما لا علم له به وهذا حرام قال عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم وهذه أمور لا يمكن أن تعرف البتة إلا بخبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا خبر عنه عليه السلام بغير ما ذكرنا وبالله عز وجل التوفيق فصح أن الشيطان يمس الإنسان الذي يصلطه الله عز وجل عليه مسا كما جاء في القرآن يثير به من طبائعه السوداء والأبخرة المتصاعدة إلى الدماغ كما يخبر به عن نفسه كل مسروع بلا خلاف منهم فيحدث الله عز وجل له السرع والتخبط حينئذ كما نشاهده وهذا هو نص القرآن وما توجبه المشاهدة وما زاد على هذا فخرافات من توليد العزامين والكذابين وبالله تعالى نتأين هذا كلام الإمام ابن حزم الذي يلفقونه ويضعونه في غير محله ويستدلون به على أنه يقول أن الشيطان لا يسرع الإنسان سأعيد قراءته لكي تفقهوه وتعلم كذب من استدل بقول الإمام ابن حزم رحمة الله عليه قال ابن حزم في نفس الصفحة 27 في كتابه الفصل في الملل والأراء والنحل خذوه من عندي مثبتة لكي تعلم كذب هؤلاء الأفاكين قال ابن حزم وأما الصرع فإن الله عز وجل قال الذي يتخبطه الشيطان من المس فذكر الله عز وجل تأثير الشيطان في المسروع إنما هو بالمماسة فلا يجوز لأحد أن يزيد على هذا شيئا ومن زاد على هذا شيئا فقد قفى ما لا علم له به وهذا حرام قال عز وجل ولا تقب ما ليس لك به علم وهذه أمور لا يمكن أن تعرف البتة إلا بخبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا خبر عنه عليه السلام بغير ما ذكرنا وبالله عز وجل التوفيق فصح أن الشيطان يمس الإنسان الذي يسلطه الله عز وجل عليه مسا كما جاء في القرآن يذير به من طبائعه السوداء والأبقر المتصاعد إلى الدماغ كما يخبر به عن نفسه كل مسروع بلا خلاف منهم فيحدث الله عز وجل له الصرع والتخبط حينئذ كما نشاهده وهذا هو نص القرآن وما توجبه المشاهدة وما زاد على هذا فخرافات من توليد العزامين والكذابين وبالله تعالى نتأيت انتهى كلام الإمام ابن حزم فخذوا كلامه كما سمعتموه وكما قرأته عليكم من كتابه الفصل في الملل والآراء والنحل فلا تصدقوهم ولا تسمع لهم انهم يكذبون على كثير من الآئمة وقد كذبوا ايضا على القاضي أبيعلى ابن الفراء وسأذكر لكم قوله ويستدلون بقوله بأنه يقول بعدم دخول الجان وصرع الجان للإنسان وهم يكذبون ويفترون ويتبعون عقيدة المعتزلة في مسألة دخول الجان وصرع الجان للإنسان فلا تتبعوهم وعليكم بعقيدة أهل السنة والجماعة وعليكم بأئمة أهل السنة والجماعة الذين يثبتون بأن الجان يدخل في جسد الإنسان بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة وأن الجان يسرع الإنسان بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة من المفسرين والمحدثين والفقهاء والأصوليين والذين تكلموا في باب العقيدة فاحذروا 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 من أفراخ المعتزلة وصلى الله وسلم على نبينا الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر